السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في قناة وصفات طبخ الموضة مع خديجة اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم غد نحضر معكم بصطيلة ديال الجاج ليوم كتخطينا جميع المناسبات وكذلك هي وصفة تقليدية ولكن احنا غد نحضرها معكم طريقة عصرية غد نحسفتها بالأساسيات وغادي نزينوها بطريقة اللي أغا نوريكم دابا كنتمنى أنها تنال إعجابكم دوسوا معي المقادير وطريقة تحضير نهاية غادي نحتاجوا واحد دجاجة اللي كتراوح الوزن ديالها ما بين جوش كيلو ونص وثلاثة كيلو سفي دابا غادي نبدأ قطها معاكم سفي من بعد ما قطعتها هنتم كما كتشفو حيت لها دك جلودة اللي ملفوق سفي غادي نحطها في الكوكوط اللي غادي نطيف دجاج ديالنا غادي نضيف علها التوابل بالنسبة التوابل فهنايا غادي نحتاجه فلفل أسود أولا البزار غادي نحتاجه سكن جبير كذلك غادي نحتاجه الخرقوم وهنايا عندي توابل ديال البسطيلة فكتبقى اختيارية هنا غادي جوش فصوص ديال توم الملح بطبيعة الحال وهنايا غادي نحتاجه عويدة ديال القرفة وهنايا عندي كاس ديال العنبة ديال زيت الزيتون سفي دابا غادي نبدأ نحطها فوق البوطة سوف غادي نضيف عنايا للدامة ديال بلنا ديال زعفران استعملوا ديال زعفران سوف غادي نبدأ نقلي في الدجاج ديالي سوف ينتم كما كتشوفوا راه هو تقلى لي الدجاج ديالي وعطيتها لها ديكلاكولوغ سوف يدبا غادي نزيد الماء وغادي نصفر عليه ونخليه يطيب سوف ينتم البنت من بعد ما طابة دجاج ديالي سوف ينحطه في واحد طبصيل وغادي نحطوه على جانب را قطعت دجاج ديالي كامل وحطيته يطيب كامل يعني غادي نحتاج جميع الدجاجة كاملة غادي نديرها فاذاك المرقة اللي بقات فغادي هنا عندي هنا جوج كيلو ديال بصلة اللي قطعتها مربعات اللي كونة متوسطة للحجم غادي نضيفه على ذاك المرقة اللي طاب في الدجاج وغادي نسده الكوكوت وغادي نحطها فق النار موسيقى فالبناس من بعد ما طابلنا هدك البصلة سوف نضيفه جوج مع القباط ديال سانيدة وغادي نضيفه مع القاد ديال القرفة سوفوا غادي نحركون خليه يتقلم زيان سوفاء البنات هنا عندي تمأهنت ومدجاجراني قطعتو قطع صغيرة هنا عندي لوز اللي قليتو وهرمشتو هنا عندي تمنيا ديال بيضات غادي نبدا نفقي فيهم موسيقى 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 سوف يبدأ نحرك مزيان باش البيض ديالي ما يطيبش في جيهة وحدة سوف يبدأ نضيف غير القليل يعني خيوط ديال البيض مشي بزاف وسوف هنا بذك نحرك 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 مزيان حتى سعقد معايا يعني هاد الحشوة موسيقى سوف يكون البنات كما تشوفوا تصبح الحشوة على هاد الشكل البنات كما سبق ليا قلت لكم هنيا غادي نحتاج كمية من اللوز اللي قليتها وهرمشتها مزيان هنيا غادي نحتاج كسدي العنب من السكر سقيل او السكر ناعم هنيا غادي نحتاجوا هنيا القليل من القرفة ما يعدل معلقة معلقة كبيرة هنيا غادي نحتاجوا جوجة المعالقة كبار ديال الزبدة سوف البنات وغادي نحرك فلوس ديالي غادي نضيف عليه هنيا ياجوج معلقة كبار ديال مظهر اللي سبق ليا قطرته معاكم في القناة اللي بغا كيفية ديالة تقطير او لو يعرف الالة اللي استعملتها يرجع للقناة يتفرج في الفيديو صافي وهو هي اللوز ديالي يواجد صافي البنات ده بغا دي مبدا في المونتاج بالنسبة للحشوة اللي صايفت معاكم فهنا هي استقطرتها ودك المرقة ديالها ضفتها على الدجاج وصافي وهو كل شي واجد دابا دابا في واحد اللطة اللي غدي ندخلها الفراد غدي ندهنها بشوي ديال زبدة هنا عندي الورقة ديال البسطيلة صافي دابا غدي مبدا نحطها فوق اللطة وتكون مدهونة الورقة تكون مدهونة مزيان صافي دابا غدي مبدا نمونطي في البسطيلة غدي ندورها ندور اللطة كاملة بالورقة وضروري ندهنه بالزبدة يعني ندهني الزبدة أنا اللي هي دايبة فكل دورة غدي نبقى ندهن في الزبدة بس جي مقرمشة ومجيش معجنة أنتم كما كتشوفو ندهنها وعاد نضيف الدورة الثانية ديال لورقة أو تاني غدي نديد دورة واحدة اخرى عاد مدا نحط في الدجاج ونحط في المكونات الأخرين هانتمون بعد ما ندرت الدورة الثانية فغدي ندهنها بالزبدة عاد تاني اللي هي دايبة ضروري أي دورة درتوها فضيفو له هالزبدة صافي هنا غدي نحط دجاج ديالي فغدي نحط غير في الوسط ما نحطش في الجناب باش مني نكون كلوي يعني باش نبقى مني نكون كلوي اللي سباسي بكون عندي ما يكونش دك شي مزاحم باش دي البسطيلة ديالنا مزيانة صافي وغدي نحط جاج ديالي كامل صافي دبنا نحطيتو دبنا غدي نحط فوق منها دا كلب السلام على البيض كذلك غدي نوزعها يعني تكون متساوية باش مديش جيهها طالعة و جيهها هابطة نحاولو نوزعوها و ما نحطوش في الجناب و غدي نحط لوس ديالي من الفوق و هو اخر حاجة غدي نحطها غدي نغطيه بها دك دجاج ديالي و الحشوة كذلك صافي و غدي نضيف هنايا القليل من العسل كتعطي واحد لوغو في البسطيلة اللي هو زوين بزاف وتعطينا كذلك حتى التعليكة ديال البسطيلة و صافي دبا غدي نعوتيني عن المونطي دبا غدي نحط واحد الوحدة من الفوق ورقة اللولة من الفوق باش تغطي لنا يعني لذك الحشوة اللي صايبنا و صافي غدي ندابا غدي ندهنها ندهنها بالزبدة و غدي نبدأ اللمط في البسطيلة ديالنا فيما نجمع شي وحدة ندهنها بالزبدة فيما نجمع شي وحدة ندهنها بالزبدة باش كتجي مقرمشة و ما تجيش البسطيلة ديالنا معجنة وتجي مقرمشة وتجي بنينة را طريقة ديال طريقة ديال تلوية اللي كان وريكم را سهلة بزاف يمكن اي مبتدئة تحضر هات البسطيلة وتجي زوينة تجيز البسطيلة تجيز البسطيلة و غدين نحط لخرانية من الفوق و غدين دهنها بالزبدة ضروري المترجم للقناة 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 والمترجم للقناة اعجابكم وتجربوها في البويت ديالكم إلي عجباتكم وما تنسوش تدرون لينا لايك وتشتركوا في القناة يا لما كتوش مشتركين وتخليوا لينا تعليق صحة الفيديو لأن تعليقاتكم كتهمنا وكتحفزنا أننا نحطو ديمال جديد إلى الفيديو الماجي إن شاء الله